موسيقى موسيقى تجربة المؤتمر الشعبي العام تبدو هي الوحيدة التي ربما استغرقت منا وقتا كبيرا في استعراض مراحلها وجوانب تطوراتها بل جوانب اخفاقاتها ونجاحاتها في الميدان السياسي العام والخاص كونه من حكم اليمن ولفترة طويلة وبشكل منفرد في هذا الجزء الاخير من مسيرة حزب المؤتمر الشعبي العام سنحاول الوقوف على ما تبقى من مواقف للحزب خلال المرحلة الانتقالية مرحلة الانتقال السلمي للسلطة من المؤتمر الشعبي العام ففي الحلقة الماضية كنا قد وصلنا الى مرحلة ما قبل التوقيع النهائي على المبادرة الخليجية في الرياض ولكننا نجد انه لا بد لنا من الاشارة الى مواقف واحداث مهمة في سياق تجربة المؤتمر الشعبي العام على سبيل المثال حادثة جامع النهدين ففي الثالث من يونيو 2011 وعقب انتهاء الرئيس اليمن من صلاة الجمعة في جامع النهدين الذي يقع بدار الرئاسة تم استهدافه في عملية غامضة مع كبار مسئولي الدولة والمؤتمر الشعبي العام نقل الصالح الى الرياض لتلقي العلاج في حين قتل في الحادثة اكثر من عشرة اشخاص من حراسة الرئيس ومن قيادات الحزب واصيب ما يقارب 124 شخصا بينهم عدد كبير من المسئولين لا سيما رئيس الوزراء علي محمد مجور ورئيس مجلس الشورى اليمني عبد العزيز عبد الغني الذي لم يستطع ان يصمد طويلا امام الاصابة وغادر الحياة هذه عملية ارهابية ما حصل في جامع النهدين عملية مرفوضة عملية عمف مرعب ينبغي ان يحسب عليه ايضا مقابلها ما جرى من اعمال عمف في الحصبة وفي تعز وفي عدن وفي الضالع هذه جرائم حرب وهذه جرائم ينبغي ان يحاكم عليها الجميع جميع مرتكبي هذه الاعمال من حدثة جامع النهدين الى اخر قضيفة اطلقت في تعز او في الضالع وفي عدن بما فيها اخر قضيفة اطلقت على خيمة العزاء في سناح في الضالع هؤلاء ينبغي ان يحاكموا وهؤلاء مجرمي الحرب لم يحقق الله امال الحاقدين عليه بل انقضه الله في اكثر من موقف بل انا اعتبر ان خروجه من الحادث التدميري الارهابي الاجرامي في اول جمعة من رجب يعني كان معجزة معجزة الهية على احزاب اللقاء المشترك وعلى الذين ما زالوا يرهنون على هذا الرجل ان يكتنعوا بان الرجل كان يريد ان يسلم السلطة بطرق ديمقراطية امنة وسلسة لكي يثبت مبدأ التداول السلمي لكي يضمن اجيال ان تكون على نفس المستوى في يوم الجمعة الثالث والعشرين من سبتمبر 2011 عاد رئيس المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله الصالح الى اليمن بشكل مفاجئ بعد رحلة علاجية في السعودية استمرت نحو اربعة اشهر وقد اثارت عودته ردود فعلا متباينة من مؤيديه ومعارضيه على حد سوا واندلعت مواجهات بين قوات موالية لصالح واخرى تساند المحتجين الذين يطالبونه بالتنحي وبات اندلاع حرب اهلية خطرا يهدد البلاد الامر الذي اعاد الحديث عن المبادرة الخليجية الى الواجهة وبصورة حاملة جملة من الضغوطات تلك المرة تمثلت بصدور قرار مجلس الامن الدولي في 21 اكتوبر 2011 ومن زاوية ثانية تهديد شباب الثورة بالتصعيد وفي ايطار ما اسموه باسبوع الحسم في الثالث والعشرين من نوفمبر 2011 وقع الرئيس السابق علي عبدالله صالح ممثلا عن المؤتمر الشعبي العام على المبادرة الخليجية لنقل السلطة الى نائبه حين ذاك عبد الرب منصور هادي وممثلين ايضا عن اللقاء المشترك في خطوة رأى محللون انها لا تعني نهاية للازمة المستمرة منذ عشرة اشهر على وقع احتجاجات تطالب باسقاط نظام صالح الممتد على مدى 33 عاما جرت مراسيم التوقع بحضور العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الامير نائف بن عبدالعزيز وامين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني ووزراء خارجية مجلس التعاون اضافة الى ممثلين للحكومة والمعارضة في اليمن كما وقع ممثلون عن المؤتمر الشعبي العام الحزب الحاكم في اليمن والمعارضة على الالية التنفيذية للمبادرة الخليجية الالية التي كان بموجبها ان يسلم صالح صلاحياته الى نائبه عبدالرب منصرهادي ويبقى رئيسا شرفيا لمدة 90 يوم على ان تشكل حكومة وحدة وطنية برئاسة شخصية من المعارضة وقد اعلن صالح في كلمية امام الحضور انه ليس المهم التوقيع ولكن المهم حسن النوايا والبدء في عمل جاد ومخلص لشراكة حقيقية لاعادة بناء ما خلفته الازمة انا اريد ان اعيدكم الى مشهد تلفزيوني في قصر الامامة يوم التوقيع الوثيقة في نهاية دسمبر 2011 بعد موقع العبدالله صالح هو قالس قال المهم مش التوقيع المهم التنفيذ ليس المهم هو التوقيع ولكن المهم هي حسن النوايا حسن النوايا والبدء بعمل جاد ومخلص لشراكة حقيقية في عادة بناء ما خلفته الازمة خلال العشرة الماضية هذه رسالة فضحت ما في مكنون هؤلاء الناس علي عبدالله صالح وهو قاعد لم يكن يمثل نفسه كان يمثل مضموع هذه القوى المهيمة والتي لديها مصالح وهي بالمئات كانوا يقولوا نحن وقعنا لكن لن ننفذ هكذا قال قال مش مهم التوقيع لكن المهم التنفيذ ونحن لازلنا أمام هذا وهذا ما قالته نائبة السفير الأمريكي قبل أسبوع قالت الآن اليمن بعد إنجاز الوثيقة يمر بأحرق فتراته وها وسنرى مقاومة شرسة جدا جدا قبل أن نستطيع أن نحيل هذه الوثيقة ونحولها إلى دستور وستقوم مقاومة ضخمة جدا وإمكان تابعتم الحملات التي في المساجد الآن والتي يحاول يقول هذه الوثيقة عتدت على الوحدة اليمنية هذه الوثيقة مزقت اليمن هذه الوثيقة ضد الدين الإسلامي حولوها ككفر مباح نفس القوة هذا فما يغالطونها إذا هم حريصين على الوثيقة لننطلق لتنفيذها لماذا لم يوقع عليها أحمد الكحلاني حتى اليوم لم يوقع عليها ولم يوقع عليها ياسر العواضي حتى اليوم بالرغم من أنه دخل الآن في لقنة التقسيم الإداري لقنة تقسيم الأقاليم وكاتب في الفيسبوك هذه الوثيقة أنا كنت موافق على التقسيم الأقاليم كانوا يريدوا أقاليم مفرغة من الصلاحيات المؤتمر الشعبي صح حد خمسة أقاليم وعلي عبدالله صارح عرض الأقاليم في مارش 2011 والدنيا قد تغلي هنا في صنعة لو تتذكروا المؤتمر صماه المؤتمر الوطني العام في داخل ميدان الثورة وقدموا قالوا نحن مع نشتي المؤتمر الشعبي موافقة عن انتقل النظام البرلماني وانتقل النظام الأقاليم لكن الأقاليم بإيش؟ مفرغة من الصلاحيات بعد التوقيع على المبادرة الخليجية توقعت بعض الأطراف السياسية وبعض المراقبين السياسيين أن تظهر الأزمات بعد التوقيع الأمر الذي قد يقود إلى حرب كما تم في عام 1994 بعد عودة الأطراف السياسية من الأردن إلى صنعاه وذلك بعد التوقيع على وثيقة العهد والاتفاق مع شروكاء تحقيق الوحدة لكن المؤشرات كانت تؤكد عدم إمكانية نجاح مثل تلك التوقعات لأن الظروف مختلفة ومواقف المجتمع الدولي والإقليبي غير المواقف التي كان يتبنها في عام ربعة وتسعين والضغوطات التي كانت تصب باتجاه إنجاح التسوية السياسية بأي طريقة كانت وهذا ما صار فعلا المبادرة الخليجية كانت طوق مجاني جميع في تقديري أنا من منظور إقليمي ودولي ووطني حتى في الظرل كانت تفاقم أعمال العنف أكثر من جهة من اليمن حتى لإنقاذ النظام نفسه لكن أيضا عملية التكتيكة التاريخية التي تتسمو به القوة السياسية يعني كان كل واحد يريد أن يأكل الثوم بفم الآخر اللقاء المشترك تأنى في القبول بها حتى أنه ذهب إلى الرياض ليأخذ بعض الإضاحات والتضيحات والمؤتمر الشعبي العام كان قد بدأ يزايد على هذا الموقف يعتبر أنه هو مستعد بس الآخرين المشروف ولكن عندما حق الحق وبدأ التوقيع كان علي عبدالله صالح هو الذي يتهرب من التوقيع لأن التوقيع على المبادرة الخليجية بالنسبة لعلي عبدالله صالح هو إنهار حكمه هو يوقع على نهايته وهذا ما حصل وهو فضل أن يوقع على نهايت حكمه في الرياض وليس في صناعة وده ما حدث بعد أشهر من المراوعة والتكتير طبعا وحسن وضعه التفاوض يعني كسب في هذا الموقف مقارنة بما حصل لبعض الأنظمة المشافية في المنطقة لكن أقول أنه بعد ما حصل من صدام وعنف وفقوة واسعة وشقاقات مسألة الوطن سيظل الوطن للجميع ولابد من أن يعيشوا الجميع وإذا لم يعترف الجميع بين يعيشوا ويتعايشوا في إطار وطني ليس أمامهم إلا الخراب والدمار وأن الواحد منهم يأكل الأخذ لقد تضمنت المرحلة الأولى من المبادرة تسمية المعارضة لمرشحها لرئاسة الحكومة بعد التوقيع عليها مباشرة وعلى أن تسمي المعارضة والحزب الحاكم مرشحها لتولي الحقائب الوزارية في الحكومة خلال أسبوع والتي ستكون من مهامها إعادة هيكلة الجيش والأمن بالتوافق مع الرئيس هادي بينما المرحلة الثانية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية ولمدة عامين تنتهي بإجراء انتخابات الرئاسية والاستفتاء على دستور جديد وبناء عن المبادرة تم تكلف محمد سالم باسندوه من أحزاب اللقاء المشترك بتشكيل حكومة الوفاق الوطني مناصفة بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب اللقاء المشترك وشركاه وصدر قرار بتشكيلها يوم 7 ديسمبر 2011 وتبنت الحكومة برنامجا طموحا يرمي إلى تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني مستندا على مبادئ المبادرة الخليجية وآليته التنفيذية أما المؤتمر الشعبي العام فلازلت وسائله الإعلامية تهاجب الحكومة وفي حين السؤال عن أداء المؤتمر الشعبي العام في الحكومة نجد إجابات مختلفة أولا أنت يعني لو استطلعت بشكل عام في الوزارات والمؤسسات التي يتولى إدارتها وزراء مؤتمريون أعتقد أنك ستجد الإجابة الشافية في هذا الاتجاه أنا أي كلام الآن سأقوله يعني ربما سيأخذ علي على أنني منحازن لوزراء المؤتمر لكن هذا لا يعني أن هناك وزراء يعني لم يمثل المؤتمر بالقدر المطلوب بل أساء إلى المؤتمر الشعبي العام أقولها بصراحة يعني وزراء يعني وعفيني من ذكر الأسماء إلا إذا أنت يعني مصمم على يعني على ما يقوله على الودافة فأعمل ما شئت فأنا أقول أن هناك وزراء في حكومة المؤتمر الشعبي العام حقيقة لم يكونوا عند مستوى ثقة المؤتمر الشعبي العام أما لكن هناك وزراء كانوا يعني قمة في الأداء ولا يجوز أن يأخذ يعني أن توظم يعني إنجازاتهم وفعلهم بشكل عام يعني حكومة الوفاق بشكل عام هي كان ينقصها إدارة بكل تأكيد يعني إدارتها أي الرأس وهو رئيس الوزراء كان ينقصه القدرة على إدارة على إدارة هذه الحكومة أنا أقول لك بأن هذه الحكومة توفر لها ما لم يتوفر للحكومات السابقة دعم دولي منقطع النظير دعم إقليمي منقطع النظير رضا شعبي رضا رضا والرضا ذا لا يمكن أن نصل إليه في أي انتخابات رضا شعبي يعني جناعة هذه الجناعة مستحيل أن تحقق يعني 65% منها 70% مستحيل لكن هناك القبول لكن هذه الحكومة أنا أقول لك أنها في بادي الأمر حصلت على الرضا أي الجناعة ولكن رأس الحكومة ربما كان هو السبب في أنه لم يستطع أن يدير الأمور كما ينبغي وأنتم لعلكم لاحظتم المقابلات التي تجرى معه في وسائل الإعلام يقول لك أنا لا أدري لا أعلم لا كذي لا أخري طيب أنت رئيس دولة أنت رئيس حكومة في الحادي والعشرين من يناير 2012 صادق مجلس النواب على قانون الحصانة بحسب ما نصت عليه المبادرة الخليجية حيث يمنح القانون الرئيس السابق حصانة كاملة له ولجميع من خدموا معه من الملاحقة القضائية معظمهم من حزب المؤتمر الشعبي العام وذلك على أي تجرائم باستثناء الأعمال الإرهابية المرتكبة أثناء أداء الخدمة على مدار حكمه لمدة 33 عاما الحصانة نحن قلنا وأنا قلت هذا عشرات المرات وأنا في الخارج الحصانة لا يعترف بها المجتمع الدولي وحتى وثيقة أنا للأسف ما قلتش الوثيقة الخاصة بنتائج الحوار الوثيقة في نتائج الحوار تقول بأن كل من أرتكب قرائم ضد الإنسانية وقرائم حرب وقرائم يعني الإبادة الجماعية سيبقى مسؤولاً عنها موجودة داخل هذا نحن الآن الدولة انضمت لاتفاقية روما الخاصة بمحكمة الجناية الدولية لكن لا نريد أن ننقر نريد أن نقلق حالة من التوافق ونقدم نموذج أنه في بالإمكانية الناس أنه بعد كل هذه الحالة من الإهدار لطاقات البلد وإمكانياته أنه هذه القوى ممكن أن تقبل أنه كفاء ويعني كما يقول نعطي لهذا الشعب متنفس بأنه ننهي هذا كله ونقول خلاص الماضي تركناه لكن محاولة التمترس سيفتح هذه الملفات أقر مجلس النواب أيضاً ترشيح عبد الرب منصر هادي كمرشح للتوافق الوطني للانتخابات الرئاسية المبكرة وقد تم إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في موعدها المحدد يوم الحدي والعشرين من فبراير الفين واثني عشر ومثلت تلك الانتخابات بما شهدته من إقبال كبير وبما حضيت به من تقدير محلي وإقليمي ودولي علامة فارقة في مسار التسوية السياسية وأنموذجاً للانتقال السلبي للسلطة وتوفير الشرعية الشعبية وقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 65% من إجمال الناخبين وحصل الرئيس عبد الرب منصر هادي على 99% من إجمال أصوات المقترعين خلال المرحلة الانتقالية وحتى الآن لوحظ أن بعض الأطراف السياسية لم تعمل على تغيير خطابها السياسي والإعلامي إزاء المواقف فالخطاب الذي كان يتم تبنيه قبل التوقيع على المبادرة الخليجية ظل على ما هو عليه بعد التوقيع عليها لكن الملاحظ أن ما كان محظوراً في فترة حكم المؤتمر الشعبي العام أصبح مسموحاً على سبيل المثال إنشاء وسائل إعلام مرئية وغير مرئية على مصوى المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المعارضة فالمؤتمر الشعبي العام افتتح له قناة وإذاعة وصحيفة بل وسائل إعلام أخرى يقوم بدعمها مقابل تبنيها مواقفه ووجهات نظره الأمر الذي لم يشجع على تنقية الأجواء لإجراء الحوار وهذا ما لا تنكره قياداتهم في حزب المؤتمر الشعبي العام وأنا أعتقد في مقابلة أكثر من مقابلة قلت في الخطر الحقيقي الآن على المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية والسير في طريق المبادرة وآلية التنفيذية الخطر هو الخطاب الإعلامي من كل الأطراف أنا لا أريد أن أتهم الإعلامين ولكني أتهم المسؤولين عن هذه المحطات التي يضعوا لها السياسية لأن الإعلامي في النهاية يريد لقمة العيش ويعرف أنه إذا ما مشى على هوى صاحب المحطة بيجيبوا غيره إذا ما جابوهش من اليمن بيجيبوه من خارج اليمن ولهذا القضية هي أن يجب أن تنطلق من قناعة هذه القيادات وهذه الأحزاب التي لديها المحطات السياسية أن تعرف أن الحرب مبدأها كلام وأنه إذا لم نتحمل مسؤوليتنا في خطاب إعلامي مسؤول يناقش القضايا ويبحث عن الحلول ولا يبحث عن تعميق الأزمات والخلافات والفتن أن الحوار الوطني هذا مهدد مهما خرقنا بهم النتائج ممتازة على الورق هذه نعتقد جوهر المسألة وعندما وضعنا الآلية التنفيذية الحقيقة كانت واحدة من القضايا المطروحة هي قضية الأعلام ولكنها سقطت من الآلية التنفيذية سارت الأطراف السياسية بتنفيذ بلود الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وفي الثامن عشر من مارس الفين وثلاثة عشر تم تتشين مؤتمر الحوار الوطني الذي مثلت فيه كل الأطراف وقد مثل المؤتمر الشعبي العام فيه بقرابة مائة وثلاثين مقعد من أصل خمسمائة وخمسة وستين وكان من المفترض أن ينهي المؤتمر أعماله خلال ستة أشهر ولكن بسبب الخلافات التي يقال أن المؤتمر الشعبي العام كان طرفا متسببا بها تأخر الحوار ليستمر ما يقارب تسعة أشهر وخلال هذه الفترة كان للمؤتمر مواقف معينة وهو في حديثه عن هذه المرحلة يقول إنه كان إيجابيا بامتياز والبعض الآخر من السياسيين لهم نظرتهم أنا أعتقد أن المؤتمر الشعبي العام من أكثر الأحزاب إيجابية في التعامل في المؤتمر الحوار الوطن ومن أكثر الأحزاب والمكونات وضوحا في رؤيته وأقرأ وثائق المؤتمر الشعبي العام نحن لم نزايد في أي قضية من القضايا كان بإمكاننا أن نزايد في القضية القنوبية وكان بإمكاننا أن نزايد في قضية صعدة وكان بإمكاننا أن نتحالف مع مكونات أخرى لكن نحن تمسكنا بما نؤمن بأن هذا المصلحة اليمن من ناحية الفدرالية من ناحية الأقالي من ناحية نظام الحكم إلى آخره وقدمنا تنازلات المؤتمر الشعبي العام من أكثر الأحزاب التي قدمت التنازلات في مؤتمر الحوار وهذا لا يذكر الأسف الشديد في مؤتمر الحوار أنا أعتقد أن موقفنا واضح أننا لا نعرقل أننا حريصين على نجاح مؤتمر الحوار أننا نريد هذا الحلم في بناء الدولة اليمنية ومنظومة الحكم الجديدة وأننا أيضا متمسكين بالثوابت وفي أولها الوحدة الوطنية والوحدة اليمينية شوف مواقفه ظلت كما هي بس هو أدرك حينها أنه في مؤتمر الحوار هو يمثل مكون في إطار ثمانة مكونات فبالتالي قدرته على التأثير حاول عرقل لكن في النهاية أضطر أنه يقر في الآخر ما أقرته بقية المكونات وما أقرته الفرق يعني أضرب لك أنا مثال عراق واشتباك بالأيدي في مؤتمر الحوار بسبب رفض المناصفة بين الشمال وقنوب داخل فريق الحكم الرشيد حصل عراق حاول لأنه سلطان البركاني اكتشف بأنه الكثير من أعضاؤهم داخل الحكم الرشيد فريق الحكم الرشيد منه خمسين المؤتمر الشعبي معه 12 واحد هو حلفائه بالرغم من ذلك مقرات فريق الحكم الرشيد مرت بأكثر من 90% لم يستطيع أن يسحب سلطان أكثر من أربعة أشخاص لو سحب ثمانية كانت سقطت المخرجات يدلل على أنه الحوار والمؤتمر أوجد مناخ آخر واحد اثنين عندما الناس يتقابلوا ويجلسوا مع بعض شهور ويتناقشوا حجة مقابل حجة يا أخي هؤلاء الناس ليسوا هم أصحاب المصالح اللي كانوا موجودين داخل مؤتمر الحوار أصحاب المصالح كان أغلبهم برع اللي يديروا كان آلية المصالح فبالتالي اقتنعوا وصوتوا لصالح هذا أنا أوريك يعني حاولوا يقاوموا يقاوموا هذا الصحف مثلا في حادثة يوم واحد وقال الرئيس اختلفنا ذهب شوف أنا وسلطان بركان أنا وهو ذات يوم قل قل أعتقلك في المطار نحا رايحين للتقربة عشان ندرس التقربة الفيدرالية فبالتالي هذه القوى حاولت طبعا هم قابوا شباب قابوا نساء الكثير منهم أنا أقول لك أغلبية من حضره من المؤتمر الشعبي في داخل مؤتمر الحوار أنتصرت القضايا الوطن لأنه ليس من أصحاب المصالح وفي إطار ما حصل من اتهام البعض للمؤتمر الشعبي العام بعرقلة مؤتمر الحوار الوطني كان المبعوث الأممي جمال بن عمر يعود إلى الواجهة كلما حصلت عرقالة وكان يعود إلى مجلس الأمن الدولي ويقرأ تقاريره أولا بأول عما وصل إليه المتحاورون وعما يعرقل الحوار وكان يقولها صراحة أن أعضاء النظام السابق والمؤتمر الشعبي العام هم من يعرقلون الحوار الأمر الذي بدى واضحا مؤخرا من خلال التراشق الإعلامي بين قيادات المؤتمر الشعبي العام وبين المبعوث الأممي جمال بن عمر لم يكن وسيطا نزيها لم يكن ميسرا خيرا ولاحظ بين كلمة الزيان التي فيها الوفاء فيها الأخوة لم يجرح أحدا لم يجرح أنت بتقول وفاق وطني أنت بتسعيل هو كان ميالا لطرفه وليس حبا في ذاك الطرف وإنما في الفتنة في اليمن وأقولها بصراعة وهذه أمانة للتاريخ وهذه أمانة للتاريخ يعني على مستوى هذه الكلمة فقط عليك أن تعود وقس عليها بقية الكلمات وقس عليها بقية الأطروحات وقس عليها بقية اللقاءات التي كانت تجري بينه وبين الأطراف الأخرى وانتفاء الحيادية وانتفاء المهنية وانتفاء الموضوعية في هذا الاتجاه نقطة أخرى يتم الحديث عنها فيما يتعلق بمسألة النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام ومسألة التقاوزات والخروقات التي تؤكد عدم التزام الحزب باللائحة الداخلية والنظام الداخلي فعلى سبيل المثال يقول النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام أن الأمينة العام للحزب يكون رئيسا للبلاد ولكن هذه المعادلة بدت مقلوبة سلم صالح السلطة ولكنه لم يسلم رئاسة الحزب وظل متمسكا بها وهذه نقطة ما تزال مأخوذة على المؤتمر الشعبي العام شوف أنت قلت بأنه البرنامج السياسي للمؤتمر الشعبي العام يقول بأن الأمينة العام للمؤتمر الشعبي العام يكون رئيس الدولة وليس العكس فالرئاسة تأتي بعد الأمانة العامة فعلي عبدالله سلم احتفظ بنصوره في الأمانة العامة وهو هذا آخر سلاح بيد علي عبدالله صالح ليخوب منه معركة مع خصومه أو من إقلاء مصالحه حسن حظى المؤتمر أن يكون عبد الرب منصور خادم رئيس للمؤتمر من حسن حظه أنت في حاجة إلى رجل يجمع الناس عليه وتحافظ عليه وعلى الأكل يبقى المؤتمر في منطقة المهيوب للمضرور جميل بس هل كان سيقبل عبد الربه؟ يقبل بماذا؟ بأن يكون رئيسا للمؤتمر بتاع النظامك الداخلي يقول هكذا يفترض أن يعمل النظام الداخلي يا أخي أنت صممته لك صح أنت صممت هذا المؤتمر وصغته بمغازك لكنك كبرت شغت بدأ قسمك يعني يتضاعل القميص أكبر منك إذن سلم هذا القميص يعني لمن يستطيع أن يملأه وليست مسألة يعني علقة علي عبد الله صالح أتيحت له فرصة بعد حادث المدين أن يكون رجل يعني الرجل الأول في تاريخ اليمن المعاصر لكنه لم يستثنى أتيحت له فرصة أن يكون حكيم اليمن لم يستثنى أتيحت له فرصة أن يكون أيوب اليمن بحق النبوة أن يكون الصبور المقتدر الذي يؤثر الشعب ويؤثر مصلعات الشعب ويصرف النظر عن مسألة السلطة وصرع السلطة لكنه كابر ما الذي يحققه الآن؟ لا استطاع أن يعود إلى من انتهى إليه وهو في السلطة ولا استطاع أن يبدأ من حيث بدأ بالسلطة ولا استطاع أن يحافظ على رصيده الذي كان موجود في أذهاننا بعض الباحثين والأكاديمين السياسيين يشيرون إلى جانب مهم في تجربة المؤتمر الشعبي العام خلال فترة حكمه وهو المتعلق بحصوله على نسبة الأغلبية في الانتخابات وهذا الجانب الذي كان يتسلح به الحزب ويتغنى به يقال أنه سيتضح خلال المستقبل القريب القادم وتحديدا في الانتخابات المقبلة بحكم أن المؤتمر سيخوضها بتكاليف من قياداته شخصيا وليس بموازنة الدولة الأمر الذي يجعل المؤتمر محل اختبار حقيقي هذه المرة بالعشرة في المئة من ميزانية الدولة وبمرافق الدولة وسياراتها ومدارسها ومرافقها وحداتها الصحية والوظيفة العامة إلى آخر ذلك أنا بس أعطيني عشرين في المئة من ميزانية الدولة وأنا بكرة أدخل لك في انتخابات في 2014 وحصل على الأغلبية يعني شعب فقير ويعطيه فلان وظيفة ويعطيه فلان مكافأة ويعطيه فلان سيارة هل تعرف أن السيارة التي يصرفها رئيس الدولة كان لشخص أو لقبيلي أو لموظف تساوي مرتباته لثلاثين سنة يعني هذا فبالتالي مسألة كانت سياسات المؤتمر الشعبي العام تودي البلد في داهية ويحصل على نتائج في الانتخابات أفضل من النتائج السابقة الآن الاختبار الحقيقي في الانتخابات القادمة لأنه سوف يصرف من جيبه علي أبد الله صالح على المؤتمر الشعبي العام ولن يستطيع أن يصرف كما كان يصرف من ميزانية الدولة سيحصل على بعض المقاعد في المرلمان لكنها لن تكون الإطلاق مثلما كانت لأنه في باحث أجنبي حمل رسالة دكتورة حول الانتخابات في اليمن ولبنان وقال بأنه في اليمن ولبنان عفوا نظمت الانتخابات على أساس ما يسمى باحتكار المشتري احتكار المشتري نحن نعرف احتكار البايع في الاقتصاد في الاقتصاد هناك نظريات تسمى احتكار البايع بأنه عندما تكون لديها سلعة وأنا البايع الوحيد لا أتحكم بالسعر بالعكس هذا الرجل يطرح ما سميه باحتكار المشتري عندما يكون المشتري واحد يتحكم بقواعد اللعبة مثلما عندما يكون البايع واحد كان الصوت الانتخابي لا يروح إلا لمن معه الأموال ويقدر يشتري من كان يقدر يشتري على عبد الله صالح عنده الأموال وهو الذي يتحكم بالانتخابات وبالتالي أنا أتمنى الوذاق يراجعها المؤتمر الشعبي العام لكن للأسف الشديد هناك أشخاص جيدين في المؤتمر الشعبي العام لكنهم مهمشون من مواقع صناعة القرار يقول الكثير من المراقبين أن النقطة المهمة الآن هي المتعلقة بوضع المؤتمر الشعبي العام وبمستقبله كحزب وهذه نقطة تأخذ مساحتها من الطرح فهناك من يقول أن المؤتمر يتآكل من الداخل ويعاني من الإحباط نتيجة الامتثال لرغبات ومتطلبات رئيس المؤتمر الشعبي العام علي عبد الله صالح وأصبح مستقبل المؤتمر مرهونا بمغادرة صالح الزعيم للمؤتمر الشعبي العام كما أن مستقبل المؤتمر لا يتوقف بمغادرة شخص الزعيم فقط لأن المغادرة وحدها لا تكفي بالحفاظ على مستقبل الحزب مستقبل الحزب هو مرهون بإحداث ثورة داخلية ثورة داخل الحزب كما حدثت ثورة داخل المجتمع على المؤتمر الشعبي العام أن يقود ثورة داخلية بحيث أنه تكون فيه السلطة سلطة ديمقراطية وبالتالي في مستقبل الحزب يأتمد على مدى تفعيل الآليات الديمقراطية الداخلية وأن يتحول إلى حزب برنامج لا يكون جماعة مصلحات توزع الأموال لشراء الولاءات من استطاع أن يشتريهم بالأموال لن يقفوا معه في المستقبل لأنه سوف يأتي مشترين جديد يستطيع أن يتحكم باللعبة السياسية أكثر منهم وبالتالي إذا أنا أراهن هناك لأنه كان هذا الحزب باعتباره حزب حاكم استطاع أن يكسب عدد كبير من المثقفين والتكنقراط وأصحاب الكفاءات ويعني ناس كثيرين في مجال الإعلام وكذا الآن مرحلة تحولية هل يستطيع أن يحافظ على هؤلاء؟ ويغير آليات التعامل معهم بدل ما أكان يشتريهم بالأموال مثلا أو بالمناصب عليه أن يبحث على آليات جديدة تحوله إلى حزب حقيقي وإلى وهم ونحن نريد ذلك ليس أننا ملائكة أو أننا لا إيماننا بأن الديمقراطية لا يمكن أن تقوم إلا في مجتمع تعددي المجتمع الأحادي لا تقوم فيه ديمقراطية ولهذا أنا أقول شيء جيد أن توجد جماعة الحوثي تخدم الديمقراطية لأنه في مجتمع تهيمن عليه اتجاه إسلامي واحد يحكم الناس لا تستقيم الديمقراطية وفي إطار قراءة السياسين والمراقبين لمستقبل الحزب يطرح البعض أن حزب المؤتمر الشعبي العام الذي ظل حاكما في اليمن لأكثر من ثلاثة عقود أصبح اليوم في أمس الحاجة لإجراء إصلاحات باعتباره الحزب الحاكم الذي نجى من انتفاضة الربيع العربي الواسعة في حين أن الحزب وزعيمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح هم في حال أفضل بكثير من نظرائهم الذين حكم عليهم بالسجن أو تم نفيهم أو قتلهم أو حلهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فإن وزن ونفوذ الحزب المستمرة ليست مضمونة بأي حال وعليه أن يكافح للتكيف مع هذا الواقع استقبل المؤتمر الشعبي الآن يجب أن تعمل الهيئات القيادية داخل المؤتمر الشعبي واللجنة التائمة وفروع المؤتمر الشعبي وأعضاء المؤتمر الشعبي يجب أن يعملوا على تصويب مسار المؤتمر الشعبي منع التفرد بالقرار داخل المؤتمر الشعبي منع تهميش هيئات المؤتمر الشعبي العام ويجب أن يتخذ القرار داخل العضل التنظيمي بشكل جماعي إذا ما عملوا هكذا فالمؤتمر الشعبي أقول لك سيظل التنظيم راهد ومتغاجد على الساحة أما إذا ظل الحال كما هو عليها الآن وما أثبتها الواقع أن علي عبدالله صالح يدير المؤتمر بعقلية التفرد الذي مارسه كرئيس جمهورية كان يمارس الصلود كرئيس جمهورية بعقلية متفردة استحوذ على كل شيء حتى أوصل البلد لما أوصل إليه وهو الآن يدير المؤتمر الشعبي بنفس العقلية وبالتالي لا أجد أفقاً للمؤتمر الشعبي وتذهب بعض التحليلات السياسية بالإشارة إلى أنه مع اندلاع شرارة الربيع العربي كان المؤتمر الشعبي العام عبارة عن مجموعة من النخب القوية الذين يعيشون بالوصول إلى خزائن الحكومة أكثر من كونه حزباً سياسياً بالمعنى الديمقراطي لهذا المصطلح وتفيد المؤشرات السياسية أن شعبية المؤتمر الشعبي العام وعضويته واحتكاره للموارد الحكومية خلال الفترة المضطربة 2011-2012 طلقت ضربة قاسية كانت متوقعة والآن مع قلة ما قد يحصل عليه من غنائم وحاجته إلى التعبية للدعم يجب على المؤتمر الشعبي العام أن يتطور إلى كيان أكثر اكتفاء بذاته أنا في تقديري أن المؤتمر الشعبي العام كتنظيم موجد بين التنظيمات عنده فرصة تاريخية ليعيد تأهيد نفسه تكوين نفسه وتعطير نفسه بشكل خاصة وأنه لديه قواعده لديه قياداتها لديه مكوناته لديه موروثه الآن وهو منتربه داخليا وخارجيا ففرصة تاريخية أن ينهض هذا التنظيم وأن يستوعب المتغيرات على المؤتمر الشعبي العام أن يستوعب المتغيرات على صعيد اليمن وعلى صعيد الأل أن يستوعب العصر وحركة العصر مثله ومثل غيره من الأحزاب اليمنية على المطلوب أن تستوعب معطيات العصر وتحديات المستقبل إذا فأعتقد أن المؤتمر الشعبي العام باق وحي وسيكون شريك أساسي وهو شريك أساسي ولا أحد استطيع أن نقصي لقد أظهرت أحداث 2011 في البلاد إلى السطح انقسامات طويلة الزمن داخل المؤتمر الشعبي العام في الوقت الذي يجد أعضاءه أنفسهم يتناقشون للمرة الأولى منذ عقود حول مستقبل الحزب وبالرغم من أن بعض الأعضاء ينكرون وجود هذه المشكلة فعلى ما يبدو أن المؤتمر قد أصبح مقسما إلى فريقين فريق الصالح وأنصاره المتشددون أمثال العضو البرلماني سلطان البركاني والذين يعتقدون أن الحزب سليم من الناحية الهيكلية وأنه قادر على التعافي بسرعة أما الجراح الأكثر تقدما بقيادة عبدالقريم الإيرياني ومؤيدي الرئيس هادي فيؤكدون على أن الحزب يجب أن يتعلم من أحداث 2011 ويلمحون إلى الحاجة لإجراء إصلاحات أنا أعتقد أن المؤتمر الشعبي العام لديه أنصرين هامين للبقاء كحزب فاعل ومؤثر الأول هو مكونات المؤتمر الشعبي العام وأضويته على مستوى الوطن ككل وتاريخه رغم الأخطاء النقطة الثانية أن المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي ينظر إلى هذا المؤتمر أنه هو الحزب الوسطي المعتدل الذي حرص دائما على أن يخرج اليمن من أزمتها فهذه الأنصرين أساسيين لدور المؤتمر ولبقاء المؤتمر لكن ماذا يترتب أيضا مع هذا يترتب الحقيقة أولا إعادة النظر في أسلوب عمل المؤتمر الشعبي العام وفي مكونات عمل المجتمع وفي اتخاذ القرار في المؤتمر الشعبي العام يعني ما أشرت إليه سابقا أن تتعمق الممارسة الديمقراطية داخل المؤتمر الشعبي العام وأن أيضا يركز على دوره الشعبي الجماهيري الذي للأسف الشديد كان يتأرجح بين ارتفاع المهبوط والقضية الثالثة أيضا أن يعاد الآن صياغة أو تجرى تعديلات في النظام الأساسي للمؤتمر الشعبي العام تواكب كل هذه المتغيرات بحيث أنه يكون ثابت لدينا أن مخرجات الحوار الوطني مسؤولية وطنية أمام المؤتمر الشعبي العام رسالتك الأخيرة رسالتي الأخيرة للأخوة في المكونات المؤتمر الشعبي بالنسبة للمؤتمر الشعبي العام كما قلت لك أرجو من القائمين على الأمر أن يتباضعوا وأن يعترفوا لأن الوهن قد أصابهم وأن يعودوا بناء التنظيم لأننا أشبه العمل السياسي بلعبة كرة القدم الفريق الذي يهزم لا بد ما يفكر في تشذيب على الأقل تشذيب إدارته هذا ما أعتقدنا أنه عليه أن يعيد ترتيب أوضاعه وأول ما يقوم به هو عادة النظر في هيكلته هذه هي محاولتنا في قراءة تاريخ حزب المؤتمر الشعبي العام الذي ظل يحكم اليمن على مدى 33 عاما قد نكون أصبنا وقد نكون أخطأنا ولكن ما نريد أن نشير إليه هو أننا واجهنا صعوبات كبيرة في الوصول إلى بعض القيادات التاريخية فمعظمهم رفض الحديث لدرجة أن أحدهم قال إن حضوره معنا سيكون كمن يملو إيطال سيارة تم إفراغه من الهواء وهكذا توالت المبررات مع ذلك حاولنا أن نقرأ الأحداث المتعلقة بتاريخ الحزب وأن نغصف تفاصيلها بعمق وأن نقرأ خطوط التقاطع والتناقض في كل محطة سياسية وتاريخية والتجربة اليوم كما يطرح السياسيون بحاجة إلى إعادة نظر في هيكليتها وفي أسلوبها وسلوبها السياسي إذا ما أرادت أن تبقى حاضرة في مصرح العمليات السياسية وأن تحافظ على بقائها في المستقبل القادم اشتركوا في القناة